السلام عليكم ورحمة الله كديري اللباس عليكم كانت من الأحوال والصحة و راح تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم مرحبا بجميع كنا راح بكم بهذا مشي قصرية طاجين طاجين ديال كسكسو بأن الجمعة كانت مويمة والفارح كنظل يوم الحد الصباح و قلت ستشارك معكم هذا الوصفة و خب عجالة حيث راديرا معكم كسكسو شحال من وصفة و وصفة و مازال كل جمعة كل خميس الليل كي يجيوا اسئلة كيفاش نديل كسكسو و كيدخلوا الناس جداد بالطبع الناس ما عارفين شماشي كل شي عارف و الحمد لله احنا التجربة ديالنا و مشي التجربة معرشة نقول لكم مويم كتسمى تجربة بأننا سنين و احنا و انا في هذا الرجيم اذا الحمد لله عدنا بعض المعلومات و كان بغي نتقسمهم معكم قلت لكم حيث بزاف الناس جداد في الرجيم او ما كيعرفوش او المهم لما لا قلت بعجالة غادي ندير معكم هاد الوصفة حيث كما قلت لكم موجود الوصفات و كانت هذه الضراع هي هذه بحل ماشي غليظة و مشي ديال بداز هذه الاضواع كتختلف حيث بزاف ناس ما كيبغيوش بداز كي اجيهم بزاف كيبغيوه وبزشي واحدين ما كيبغيوش تجي هم علكة بزاف والله المهم انا منعشق دي البداز وتاهد سميدارة كتجي رائعة كتجي بحل كسكسو ان الزوج ديالي تهوكلها معايا شي مر اكثر هي كنخلط كنبغين ندير صحي كنبغين ندير كينوة كنبغين امارانت كنبغين ولكن الابغتي اكل معايا ومي كندير هادي انا وريتكم الغلاف ديالها ومشاركها معاكم في المحلات مشاركها معاكم في كل شي ومي مهدرت قريبا ماشي سميدة رقيقة ديال حيث الناس كي سمعوا السميدة كي سحبوا السميدة ديال لقام حرا مشاركة معاكم في ديوغ ديال السميدة ديال ترى سميدارة النوع كيفاش مطحون ماشي سميدار دائما نراها بالغلوتين هادي كين سميدات على الروس سميدة ديال مي مقافل الموضوع هي هادي مودرش ما كنتم كنتم وصفة كاملة حيث موجود الوصفات صحيين بداز سميدة مخلطين هادي الضرار ها نوريكم الباكية ديالها سافي درتها تقريبا كاملة تقريبا 800 جرام اللي درت خليت وحد ميتين تقريبا سافي عادي بحل سميدة العادية درت لي ها الماء وفورتها حليتها مزيان بقيت كنت ديها ونجيبات تلك شوية ديال ما شرباته ودرتها كتفور مرة واحدة وعاودت مرة تانية كتفور مزيان خاصة تفور مزيان تقريبا شي نصف ساعة في كل فورة وصافي التانية هي هادي درت للملحة وزيت الزيتون زيت العود وكتشوفي لخاص هالما ما زر كتزيدوها تبارك الله هرا كتزاد هادر التبصيل كبير تبارك الله مشاركة معاكم حتى تخزين ديالها وهذا دبان ما سجيت منه غير دك طويجين مهم لكن تبوح دي كان نسقي غير شوية شوية وكان نحتافض بالباقي هنا يا انا والزوج ديالي قدرتها طويجين بحلقة على شكل قصرية وما زرها ما كملناش ها هي تبارك الله هر طبا كتجيرت بازوينة ما شاء الله كي اللي ما كيعرفهاش بانها وش كسكسو ولله يلا ها هضرت غير محد السيدة كان جات عنديش حال هادا وطلقينا ويدقول يا عقلتي على كل قصرية اللي كنتي درتها لينا وما عقلش قلت ليها درتها لينا كاملين وانا والله ما عقلت وقلت لي را كانت بنينا ذكرتني بها المهم هادا هو الطويجين كل جمعة ما شاء غير الكسكسو تفكر روها الجمعة غير الكسكسو تبصرت على النابي ولا نمشيه للمسجد نقرأ وصورة الكهف والمهم عادة بان الكسكسو كنا كله يوم الجمعة ولا تعدنا عادة كي الناس لي كيكله يوم الاحد لحسب كل اسراء والظروف ديالها كما قلت ليكم كان فورو عادي ما شاكش ماكو مصفحة موجودة نغنخلي لكم البلايليست ديال الكسكسو كاملة فتحت هاد الفيديو شوفوا تبارك الله اه معلومة اخرى بان الدراء اي حاجة ديال الدراء تكون بادة ولا سميدة ولا كسكسو الكي يكون مخلط وفيه الدراء مهم كان اقول لكم حيث انا كندير كسكسو مخلط ماشي على القلوتين كندير سميدة الار سميدة هادية ولكن داخله في الدراء الكسكسو ديالنا خصو يكون سخون ماشي تبقى وتبردو هلا ملكسكاس وتكون المرقة او لصوص البلول ديالنا يكونت هوا سخون قلت ديالنا ما كان بغيش هاد انتجاجة ديالي القاملة ديالي ما كان بغيش نقولها ودعب قلتها قلت عما ديالنا الديال السريكيين او الناس هوا كين بزاف ناس كي يحبوا او كيفضلوا الكسكسو ديال الدراء لانه كيكون صحي ما كينفقش ليوم كرشهم ما كيدرهم مش كيقول لك الدراء خفيفة اذا الكسكسو ديال الدراء من الاحسان او لازم يكون سخون والبلول تا هو يكون سخون انا شي مرة من من فوق البطا كنسقي اكتري لك الحل بارد ثاني بزاف وكنسمعته في العروبيات البوادي وهذا كيقول لك يديروا في الحل بارد كيخليوا القصرية فوق المجمل وكيسقيوها اذا هذي كمو يباشق بس هنا وهذا ولكن انا كان ان اكد عليها حيتي لكن صدرة باردة الكسكسو بارد وبغيتوا تسقيو تديرو علي البلول ما كيمشي البلول في الجيهة والكسكسو في الجيهة اذا دائما بحل هاكا بنقول لكم وقلت لكم مرة اني معادرت بزاف دائما حيتي كان هناك السليهان المهم الناس الذين يديروا الكسكسو ديال السلياك واللكسكسو العادي اذا حاولوا انكم واحد المرة يديروا بزاف باش ماشي حد الجمعة يخذكم تديرو كسو ديال الكلوتين وبيضون كلوتين كتتسهلوا عليكم المأمورية اذا انا كندير بالكترة وكنخزن كنسقي ذك شي اللي بغيت هذيك الساعة والباقي كنديرو في بلاستيكات او بوطات وكنديرو في المجمد من اللي كانبغي كندير العائلة ديالي ديالهم كنجبتها انا ديالي كسو ديالي ديالبرا وكنسقي هتا هو كنتم متضرين واخذكم تديروهم بجوج مرة واحدة نقيتوهم سالة واللهم موين ما كنينش غادي نديرو كسكسو بيدون جلوتين هو الاول وعادة تديرو التاني باش ما يكونش تلووت او غادي نديرو كل بلاستة نديرو فيها بحال ديالبا متقربوش للجلوتين اللي بيدون جلوتين بحال ديالبا هادشيها في كوزينة ولا الطابلة لاخرى وكل برما كل كسكاس بوحده دابا الحمدلله ولو الناس كل شي يديرو تقريبا رافل البرما كيكل بلول مسدود عليه حيط البرما حيط البرما مليكة تديرو الكسكاس كيهبط من الاحساس ما تديروش ديالبا بيدون جلوتين حيط كيقدروا يهبطو بعض الحبيبات ديالبا كسكسو العادي او احتى هاداك البوخار كي ينزل معاه ذاك شي ديال السيليال اذا مل احسن ديرو في كوكوت مع قلش يمكن غلط قلت البرما الكوكوت او كل برما بوحدها من جميع تفاصيل فيديوهات الاخرى خليكم بخير على خير والسلام